في اليوم الخامس والأربعين للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة تواكب الصحافة الإسرائيلية التطورات وترسم سيناريوهات متوقعة لما ستأول إليه المعارك صحيفة معريف نشرت مقالا لمحلليه العسكري طالي فرام يقر فيه بأن حركة حماس تعرف كبار قادة الجيش الإسرائيلي جيدا كما يعرف الجيش الإسرائيلي قادة فرق حماس وكبار القيادات العسكرية لها وأن حماس تدرك أيضا أن الفرقة 98 لم تتدخل بعد بشكل فعال في القتال ويرى الكاتب أن المنورة تجري في شمال القطاع على قدم وساق حيث تقاتل فرقتان في حي الزيتون وجباليا ويعتقد أن إسرائيل ترى مفترقة طرق هذا النقطة التي يمكن أن يتوقف فيها القتال قليلا ولكن بشرط واحد أن تكون هناك بالفعل فرصة واقعية لتحقيق صفقة أولى لتبادل الأسرى حتى لو كانت جزئية ومؤلمة ويقول ليفرام أن توسيع العملية البرية في قطاع غزة متوقع وهو ما يبعث رسالة واضحة إلى حماس مفادها أن هناك فترة زمنية قصيرة متبقية قبل اتخاذ قرار بإرسال قوات إضافية إلى عمق القطاع ويواصل قائلا أنه مقتنع بأن مراكز الثقل العسكري لحماس بعيدة منذ فترة طويلة عن شمال القطاع وبالتالي ففي الوقت الذي يسعى فيه الجيش الإسرائيلي إلى تحقيق أقصى قدر من الإنجازات في مدينة غزة فإن الهدف الاستراتيجي كامن في مكان آخر المحلل العسكري لصحيفة هارت عموس هاري إيل نشرت له الصحيفة مقالا انشغل بتحليل صفقة تبادل الأسر الوشيكة وأسباب تعطلها وشكلها المتوقع ويقول هاري إيل أن الصفقة المطروحة ستفضي إلى إعادة خمسين طفلا وامرأة من المحتجزين لدى حماس ولكنها تعثرت برارا بسبب تشنج موقف يحيى السنوار ويؤكد أنه في الأسبوع الماضي بعد دخول الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء قام السنوار بقطع الاتصال مع الوسطاء القطريين لعدة أيام ولكن الكاتب يفترض أن رئيس حركة حماس في غزة عاد للاتصال الآن وينقل اعتقاد الإسرائيليين والأمريكيين بأن الكلمة الفصل على الجانب الفلسطيني ستكون للسنوار وأن قيادة حماس الخارجية لا تتمتع بنفوذ كبير ويرى المحلل أن إسرائيل يجب أن تغتنم الفرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس على الرغم من أنها لن تطلق سراح جميع الرهائن ويجد أن السنوار أقل عقلانية من حزب الله على سبيل المثال وأنه بالتالي قد يقطع الاتصال مع الوسطاء أو حتى مع الرهائن إذا اشتدت الحرب وهو ما يخلق حاجة ملحأة لتخليص أي شخص يمكن إنقاذه من الأسر بسرعة ويوقع الكاتب مسؤولية على القادة العسكريين مطالبا إياهم بإدراك أن عليهم التزام بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن في أسرع وقت ممكن كواجب أخلاقي في ظل ما يسميه الفشل العسكري الذريع الذي أدى إلى هذه الكارثة وفي صحيفة يدعوت أحرنوت يرى المحلل العسكري يوسيه شواء أن التوصل إلى اتفاق الآن قد يجعل تغيير الواقع في غزة صعبا التخشى إسرائيل أن تحصل حماس على متنفس من خلال إعادة المختطفين على دفعات وعلى المستوى الميداني يرى يوسيه شواء أن مقاتلي حماس لا يهربون من المواجهة الحاسمة في حي الزيتون وجباليا بل يستغلون معرفتهم بالمنطقة وبالتالي فإن مستوى الاحتكاك لن ينخفض حتى في الأيام المقبلة ما لم يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ويرى أنه لهذا السبب لا ينبغي التسرع وأن العمل البطيء والحذر يقلل من المخاطر التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون ويقول الكاتب أنه برغم مصادقة رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية على توسيع العملية باتجاه جنوب القطاع إلا أن الخطة لم تحظى بموافقة سياسية بعد ويرد الكاتب مخاوف إسرائيلية من أن هدنة لتبادل الأسرة قد تحط من عزيمة الجيش وتمنح حماس فرصة لإعادة ترتيب الصفوف ويعود إلى التساؤل بشأن فاعلية اقتراح الضغط العسكري في خان يونس على السنوار علّه يلين موقفه أكثر صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية صلتت الضوء على اقتياد جماعة الحوثي للسفينة المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر عبر مقال لتومر هدار يرى فيه بأن اختطاف السفينة سيلحق أضراراً اقتصادية جسيمة بالمستهلك الإسرائيلي ويلفت الكاتب إلى أن السفينة المملوكة للإسرائيلي رامي أونغير كانت في طريقها إلى الهند محملة بالسيارات ويذكر بأن أونغير بل يذكر بأن أونغير هو نفسه مستورد سيارة كيا الكورية في إسرائيل ويرى أن المشكلة ليست في الملكية الإسرائيلية فقط بل في احتمال اختطاف سفينة تحمل آلاف السيارات بقيمة مئات الملايين من الدولارات وهي في طريقها إلى إسرائيل بما سيهدد بفقدان البضائع التمينة الموجودة على متنها أو إعادتها مقابل فدية ويتوقع الكاتب أن المخاطر التي أصبحت تواجه السفن القادمة من شرق آسيا بالبحر الأحمر قد ترفع أسعار تأمين النقل البحري للمركبات إلى إسرائيل ما يعني أنها ستؤثر مباشرة على جيب المستهلك الإسرائيلي ويضيف أن التهديد سيمتد ليشمل تلك البضائع التي تحمل على السفن مرورا بميناء إيلات باتجاه أوروبا وبالحديث عن التهديدات الاقتصادية أقر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية بأزمات مالية بدأت تواجه إسرائيل حيث قال إن المرافق الاقتصادية تفقد ما بين ثمانية إلى تسعة مليارات شيكل في كل شهر تستمر فيه الحرب على غزة وإن 128 ألف شخص قدموا طلبات للحصول على مخصصات البطالة ترجمة نانسي قنقر